يبقى عندنا مريض الكبد اللي هو عنده السسقة بنقوله حاسب من الملح لان زي ما قلنا كل جرام ملح جرام ملح دولي يعني أنا مش هكيب من زي أنا مهوزم قداميني جرام ملح لو أنا حطيت قداميني ملح سايب وخدت شعره ما بين صبعين دي تقريبا حوالي واحد جرام من الملح تقريبا مجرد أحطها كده على الطبق اللي أكله قدام مني فما بقى لك بقى أن بعض الناس بيأكلوا بقى الحاجات دي بكمية زيادة شوية ويمكن أنا بلاحظها دايما في مرض الكبد بيجينا دايما مريض الكبد اللي هو عنده السسقة وعنده مية فرقلية والحد كلها وكثيرا من نعمل الأكل وكثيرا بعضهم يروح كايك كاسر القاعدة دي بدون علم الدكتور من يفتح التلاجة يأكل حاجة جبنة قديمة فيها ملح زيادة يأكل حاجة فيها ملح زيادة يأكل طرش يأكل مخلالات بيكسر القاعدة دي ودي بنشوفها ازاي أو بنعرفها ازاي هو العينة قوات ما بيجي ما بيقولش ما بيقولش أنا كلت لكن كان اللي بيصر كلاتي إنها بنلاحظ إن فلع وزنه يزيد المال الدكتور عنده العلاج ما بيجيبش نتيجة العلاج ما بيجيبش نتيجة بيكون حاجة من اتنين أيولك أنا بأخد العلاج أنا بأخد برشمت المية لكن أنا ما بيستجبش بيكون كلاتي يا أما هو بيأخدش العلاج فعلا يا أما هو بيأخد العلاج ولكن بيأخد حاجة فيها ملح زيادة فبيكسر القاعدة عنده وبالتالي الدواء ما بيجيبش نتيجة معاه يا أما هو بيجيبش نتيجة معاه أما هو بيجيبش نتيجة معاه